بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سيدة احنا بلنا نتفقد البيوت بتوعنا لازم نبقى فاهمين كويس جدا جدا ان البيوت لازم من وقت للتاني نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل فيها لان اذا احنا ما في مناش ده مش نقدر ننتقل من التوافق الى الرضا الى السعادة وده شيء مهم جدا 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 لازم نلتفت اليه احنا لما تفقدنا البيوت وجدنا فيه ظاهرة مهمة جدا جدا لازم نلتفت اليه ايه الظاهرة اللي احنا لازم نلتفت اليها ظاهرة لو ان احنا ما قدركناهاش وفهمنا ان هي بتحصل في البيوت البيوت هتفضل لسه موجوعة ايه هي؟ وهي ظاهرة التعامل مع فواتير ما قبل الجواز يعني ايه؟ التعامل مع فواتير التنشئة الناس اللي بتتعرض لحياة أسرية مش مريحة قبل الجواز بتفضل الحياة الأسرية اللي مش مريحة قبل الجواز دي بتفضل مؤثرة في حياتها وكان فيه احتياجات بتبقى نقصة ومشاعر سلبية وكمان احاسيس لما تلبى وعناك احتياجات كمان فضلة زي ما هي لغاية ما صدت وابتت تعمل في بعض الأحيان نزيف وصديد الحياة دي كلها بتبقى نقصة فيعود ده على عدم الشعور بالأمان وخاصة لما يحصل ده من الأب أو الأم وده بيعمل مشكلة في وقت اختيار شريك الحياة إما أن البنت تروح تختار واحد من زي أبوها أو واحد زي اللي هي كانت متصورة أنها كانت محتاجة من أبوها أو واحد يتجوز نسخة من أمه أو واحد يتجوز واحدة من زي أمه خالص عشان كل ده هي محاولة للهروب من البيت فإما بيتجوزوا عشان يهربوا من البيت أو بيتجوزوا عشان يهربوا من النمازج اللي هم ما شافوها في حياته لأن البيت ما كانش محل راحة أبدا فيكون القرار أن أنا أخرج من البيت بأي تمن والأي مكان ومع أي حد على أمل أن أنا ألاقي اللي كنت محتاجه من أسرة المنشأ طب إيه النتيجة؟ بتنتج مشكلة كبيرة جدا جدا أنا استرحت على تسميتها الجوع العاطفي الجوع العاطفي بينزل كده معه باكتج إيه الجوع العاطفي؟ والجوع العاطفي دو اللي يتكلم عنه حضرة النبي لما كان بيقبل أولاده فجاله الأعرابي فقال له أتقبل أولادك يا رسول الله؟ قال نعم قال إني عندي عشرة من الأولاد لا ما قبلت واحدا منهم قط قال ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك أو الرحمة اللي من قلبه دي هو عايز يقول له إيه؟ حضرة النبي عايز يقول له أن أنت كنت لازم تعطي الأولادك من رحمتك عشان يتملوا عطف طب إذا ما حصلش والأولاد ما خدوش العطف ده بيحصل عندهم الجوع العاطفي والجوع العاطفي بييجي معاه شوية مشاعر تاني الغضب والإحباط وعدم الرضا المشكلة هنا بقى عند الزوجة مش في الجانب المادي اللي الزوج بيوفره لها بيبقى المشكلة فين؟ لكن بتبقى المشكلة أن هي شايفة ما بيوفر لهاش احتياجاتها العاطفية فما بتشعرش أن هي أنثة وكل اللي بيقدمه لها ما بيكونش بيساوي أي حاجة لأن هي مش شعرة أن هي أنثة ولا أن زوجها كمان بيمدحها وبيعوضها أن هي تحس أن هي فتاة وتحس بالحنان فهو لا بيديها حنان ولا بيمدحها كأنثة طب والراجل والراجل كمان بيكون شايف أن هو كزوج وزفته تقتصر على دور الزوج مش الأب ما تكلفونيش فوق مقاطي أنا مش أبوكي فيكون شايف أن زوجته محتاجة تغير بعض المفاهيم عندها عشان تقدر تعيش والزوجة كمان بتشوف أن زوجها هو اللي محتاج يغير شوية عشان يوفر لها السعادة ليها ولأولادها لأن ده الصح ودي التضحية المناسبة اللي هي منتظرها من زوجها أنه يغير من صفاته فيتحول إلى حنان الأب مش شوء العاشق ولا شوء المحب مشكلة الزوجة لو كانت في الشخصيات كمان إنها لو كانت كمان من الشخصيات اللي احنا بنسميها الشخصيات البرفكشنست اللي هي سعي على الكمال ففي الغالب بيجي معاها إحساس تاني هو إحساس الحساسية فبتبقى حساسة جدا إنها مش بتطلب المساعدة ومش بتقول لأ مش ممكن تقول لأ يعني إيه؟ عطيه فضل تحس إنها بتستهلك لأنها مش راضية تقول أنا مش قادر على ده وهي بطبيعتها بتطلب الحاجة مرة واحدة وبتشوف إن زوجها لازم يحقق لها كل اللي هي ترابطه من أول مرة إن أصلاً هي ما كانتش المفروض تطلب هي أصلاً كنوا خلاها تطلب فده ضغط عليها وهو لازم يعمل اللي هي عايزاه لإن هي عندها مبرر إيه المبرر؟ إن هي مظلومة ولازم حد يدي لها ده طيب إذا كانتش أبوها هو اللي يديني حنان وزوج اللي يديني حنان مين اللي يديني؟ وساعتها لما بتحس بده مش بتطلب الحاجة عشان عاوزاه لكن عشان تتأكد عليه إنه هو مؤثر وتثبت الحالة تثبت إنه هو أثر في ده أنا بقولك كل الكلام ده دي لإن في بعض الأحيان بيجينا في الإرشاد الزواجي حاجة غريبة قوي اللي اتنين حاسين بإن هم مظلومين والسبب إيه؟ يقولك مفيش حاجة هو بس ما بيقومش بدوره وهي ما بتقومش بدوره وكل واحد شايف إنه هو ضحى بكل اللي عنده على طول إحنا لازم نبصه في النشأة كانت شكلها إيه؟ طيب لو زوج أدرك إنه هو بيتعامل مع زوجة وهي بتعاني من أزمة في فترة التنشأة إيه الطريقة المناسبة للتعامل معها؟ أول حاجة لازم نعرف إن النسبة كبيرة من الأزواج بيعانوا من المسألة دي في حياتنا وهو ده اللي أنا برصده لكم وبقوله لكم أنا كلامي كله جاي من الغرف الساخنة الساخنة بإيه؟ الساخنة بالأوجاع والألام والمتاعد لأن النسبة كبيرة بتيجي من أسرة المنشأ وهي إيه اللي حصل؟ ما حصل لهاش الإشباع فيجينا بالعواطف النقصة وبالجروح الملتهبة وعندهم نقص فجيين علاقة الزواج بالنسبة لهم علاقة تعويضية من الدرجة الأولى عندهم أمل يتحقق لهم فيها اللي نقصهم على فكرة ده مش عيب لكن المهم إزاي نستقبل المشكلة دي ويكون عندنا صمود نفسي يعني مش عيب إن إحنا نكون حسين بإن إحنا محتاجين عواطف لكن إحنا استقبلناها إزاي؟ اللي حصل إن هي في فترة التنشئة أو هو فترة التنشئة ما كانش عندهم الصمود النفس الكافي فبتحصل التشوهات بقى وبعض الناس بيحصل لهم إيه اللي حصل؟ بيحصل لهم بسبب ده الجوع اللي هو يحصل لهم حاجة اسمها أنا بسميها حاجة كده زي الثقب الأسود ما يشبعوش عواطف ويبقى عندهم إحساس إنهم لازم عواطف 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 وأحسيس طول الوقت من اللي شافوه؟ ويبقى عندهم إحساس بإنهم عندهم حق ويا سلام بقى لما تعلى المسائل ونوصل لحالة لما يكونوا هم ما عندهمش الصلابة الكافية ولا عندهم اللي بيسموه علماء نفس الريزيلينس اللي هو الصمود النفس الكافي يحصل لهم بقى تشوهات كبيرة وللأسف من التشوهات اللي بتحصل عند بعض الناس اللي بيعانوا من الجوع العاطفي في أسرة المنشأ إنهم بيزيد عندهم شعور مظلومية بقى وينتج عنه الإحباط ثم الغضب لسنوات طويلة وده ممكن يسبب الغضب المكتوم اللي في بعض الأحيين ممكن ينفجر في أي وقت ويصبح الشخص ده شديد الحساسية وقابل الاشتعال من أي كلمة فيقوله إحنا ما عملناش حاجة يقولولي والله ما حصلش حاجة أنا ما عرفش حصلها كده ليه لأن هي جاهزة الاشتعال وهنا بيحصل على مدى سنين ويحصل احتياج للعلاج ولكن بلطف بالنسبة الرجالة بيكون عندهم تكتيكي إن هو يتعامل مع الست لما تكون ملتهبة أنا مش موافق عليه ولا حضرة النبي موافق عليه اللي هو تكتيكي إيه إنها أسابها لغاية ما تهدى أسابها لغاية ما الالتهاب ده يهدى رسول الله ما كانش كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسا إيه ده عائشة وهي لسا بتفكر وهي زعلانة لسا ما قالتش إن هي زعلانة يقول لها إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني ساخطة إذا قلت لا يا رب محمد كنت عني راضية وإذا قلت لا يا رب إبراهيم كنت عني ساخطة فعلى طول ترؤي السيدة عائشة وتقول له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله لأنه ما سبهاش لغاية ما توصل من الالتهاب إلى درجة الغلايان الرجالة لازم يفهموا هذا إن التكتيك ده تكتيك أنا آسف تكتيك قاتل إن أنت تسيبها تهدى لوحدها هي مش هتهدى لأن هي في الحقيقة مش محتاجة إن هي تسكت هي محتاجة إن هي تحتضن هي محتاجة الاحتواء محتاجة الطبطبة محتاجة الحنية يبقى لازم الزوج يسمعها ويحتويها وهنا ها يلاقي من أهم الحاجات اللي إحنا رصدينها أنا ليه بقول لكم ده لأنه لما يجي حد يقول لي أيوه هو ده اللي بيحصل عندنا في البيت أقول له تعالي عشان أقولك تعمل إيه وهنا هيتكرر طرى بالطراء من الطرف اللي حساس وخاصة اللي شعر بالمصدومية لأنه بيقول إيه أنا طول عمر بيعاني من الإهمال ومن الظلم وهيحصل كمان ده في الجواز طب ده كان بيحصل مع أبو يا أم كمان هيحصل في الجواز كلكم ظلميني وكلكم بتقسوا علي وكلكم بتجرحوني وكلكم بتقزوني أنا عارف أنا سامح حتى بيقول آه دلوقتي هيسيب كل الكلام اللي أنا كنت بوصفه وأنه في حاجات هو مسؤول عنها وهيمسك في أنه بوصف حالته وللطرف ده هيزيد بقى تعالى نزود مسألة لو الطرف ده بقى مميز عنده تميز في حاجة هيبقى شايف أنه رغم تميزه الناس مش مقدرينه وظلمينه فيزيد غضبه وشعوره وأنه هو عايز يعاقب الطرف الآخر اللي هو يزوجه ما ما فيش حده قدامه اللي هو تغير زوجه فيعاقبه ويحصل أن الرغبة العقبية في بعض الأحيين تتحول إلى رغبة انتقامية فتبقى عايزة حاجات شريرة زي أن هي تصغره قصاد الناس زي أن هي تقوله كلمتين في جنابه تكسره وتحسسه بأنه قليل ومن الأفعال العقبية في بعض الأحيين تصل إلى الأفعال العقبية سواء من أنا بعرفك مش بتكلم عن الست بس أنا بتكلم عن الست والراجل الست بتبقى أوضح شوية الست أو الراجل وسعادة الأفعال العقبية دي تصل في بعض الأحيين إلى الأفعال العقبية بين الامتنع عن العلاقة الخاصة فإما يمتنع وفيمنعها خالص أو يتحكم فيها أو يأديها بغير إيه؟ بغير اهتمام فيشتعل الطرف الآخر لو كانت مرأة تحس أنها مش أنسة ولو كان رجل يحس أنها مش رجل فكل الأعمال اللي بيعملها والطرف الآخر لو بيبارس نوع من أنواع العدوان السلبي بقى تعالوا نشوف العدوان السلبي النواء إيه؟ يشوف ويسكت وما يتصرفش وما يتفعلش ده اسمه عدوان سلبي عندنا فيزيد اللي اشتعال ويجي يقوله وصاد الناس والله أنا ما عملتش حاجة أنت شايف حبيبتك بتحترقه قدامك أنت شايفه وزوجك مش قادر يتحمل وانت سكتة كده طب ما أنا مش عامل إيه؟ ما أنا مش عارف أعمل حاجة ولما بعمل حاجة ما بيعجبوش ولما بعمل حاجة بتزيد زعلها والرغبة في العقاب والغضب بتيجي منين بقى؟ لأن الطرف الآخر ممكن ياخد موقف بهدوق أنه ما يتكلمش أو يهرب ويخرج من الموقف ده بأنه يقعد في بعض الأحيان يروح يقعد مع صحابه يبقى هادي أو ما يتكلمش أو يقعد مع صحابه وده بيزيد في العلاقات الزوجية الإحساس بعدم التأدير وأن الشخص ده مرفوض وأن الشخص ده ملوش أهمية وأن صحابه أهم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ده كله كان يعمل اهتمام كبير بسيدة عائشة مش بس كده ويشاركها أعمالها مش بس كده كمان فهو وسط وأصحابه ممكن كمان يكلمها ويحاورها هو إيه اللي حاصل اللي حاصل إن كده إحنا مش بنهدي إحنا بنزود الاشتعال اشتعال والحرب تزيد اشتعال لأن فيه طرف داخل الزواج عنده صنوار معين عشان يستوفي احتياجاته غيره مشبعة والطرف الآخر عامل سيستم أنا والله عملت العلية النظام بيقولي كده فعندنا سيناريو قدامه السيستم هي أي ده نار لأن هي عايزة تستوفي اللي مكتوب في السيناريو وهو السيستم ما يسمحش بأكتر من كده مش ده اللي حاصل أنا عارف اللي أنت بتتحكم مو ده اللي حاصل بس حضرت النبي قال مال لا يرحم لا يرحم السيناريو ده مبني طبعا عند الطرف الحساس على التوقعات يعني الزوج لازم يعمل لزوجته كذا وكذا لازم يبقى حني لازم يبقى كذا إذا احتاجته في أي حاجة يسيب كل اللي في إيده ويجيلها لازم يطير طيران وجية وهي هتفرح بقى وطير من السعادة لو حصل السيناريو ده طب لو الزوج نفذ السيناريو ده هيشوف بقى زوجة تانية على حقات طب وإذا ما نفذت السيناريو مو ده اللي احنا عايشين فيه وعلى الناحية التانية في حد بيتعامل كآلة رجل عنده سيستم أنا عامل كذا وكذا في الموقف الفلان أنت لما تبقى لي محتاجيني أحللك المشكلة بس ما تطلبيش إن أنا أكون موجود أحللك المشكلة البيت محتاج حاجة عابعت حد يعمله لكن مش بالضرورة إن أنا أتابعه أتابعه في الأخ خالص فهو متصور إنه لو عمل كده هي المفروضة إيه تطير بس إيه اللي هيحصل الساعدة متحصلش والموضوع محتاج شوية تفكير فيه هنا حد بيدعو واحد للخيال والتاني بيدعو الإنسان للإيه للسيستما واحد عايزه يتخيل ويعيش معاه في الأحد ويعيش معاه في الأفق الواسع ويخرج من إطار السيستم ده والتاني بيدعوه إنه يدخل معاه في النظام إحنا عايزين نبقى بن قدمين عشان كده لازم يعرفوا إيه يعني الجواز هم مش عارفين يعني إيه جواز للا هو داخل الجواز عشان يسد احتياجاته ولا اللي بداخل الجواز يعمل نظام اللي اتنين دون مش فاهمين يعني إيه جواز الجواز ده هو آلة ولا الجواز هو سيناريو خيال الجواز مولود جديد إحنا بنعمله مع بعض يعني لو صح التعبير الجواز مولود جديد هندي ميت إحنا الاتنين بنكبر مع بعض و بنتطور مع بعض فالمفروض إن الأولاد بيكونوا عامل التقارب في بعض الأحيين بين زوجين لكن لهم في حالتهم دي بيستخدموا الأولاد كمسرح للعمليات مصرح للمعركة فإلا حاصل فيتعرض الأولاد لغضب الطرفين لأنه بيبعثوا الرسائل والاحتياجات غير المرباه عن طريق الأولاد ولما بيكون التواصل ما بين الزوجين مش فعال بيوصلوا بيوصلوا بعض الرسائل من أسوأ ما يكون بطرق مختلفة زي العناد وزي التنبيط وتلقيح الكلام والعنف وساعات بقى يبقى العنف لغاية ما يوصل للعنف الجسدي والطرف اللي بيوصل بيوصل لحالة الحنق بيوصل للسلوك العدواني فيبقى عنده حدة في الكلام وإن اللي يحصل ويخبط ويرزع ويكسر ويزق في الأولاد ويرزع في الباب وممكن كمان ما يبقاش دي طبيعته الشخصية بس ده اللي بيحصل لأنه بيشعر إنه وفي معركة والمعركة بتستدعي شيء من القوة أسلحة ممكن أسلحة تكون كلام أو ممكن أسلحة تكون تصرفات وكأن إيه اللي حصل كله هو عايز يخرج عنده فرصة إنه هو يخرج كل اللي جواه الراجل اللي عنده بقى سيستيم ده مشكلته إنه هو حاطت للجواز مساحة محددة مساحة للبيت مساحة للأصدقاء مساحة للعمل وحاسس إنه هو الجواز ده أنه احنا بنسميه الجواز الفندقي اللي هو جواز جواز الخدمات السيرفس فبيقدي الجواز بالنسبة له بيقدي خدمات أنا مرتاح وفيه وتتلبى فيه طلباتي حسب ما أنا أختار مش حسب ما شريك الحياة هو اللي بيختار وشايف إنه حياة ماكسب وخصار فتديني هديك ما دتنيش يبقى لازم أضغط عليك لغاية ما استوفي حقي ولو كان في حد اللي هو الحق إنه يضع الناس في أماكنهم ويضع لهم سيستم كان هيبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسعدة النبي ما عملش كده لكنه حضرة النبي كان بيسعى لإسعاد زوجته وبيسعى لإسعاد السيدة عائشة وكمان كان بيسعى لإسعاد السيدة خديجة حتى بعد ما ماتها فكان لما تيجي الأكل اللي كان بتحبه السيدة خديجة عليه السلام يقول اللهم هالة يعني يا رب أصحاب السيدة خديجة يجو عشان يأكل الأكل اللي كان بتحبه عشان حلوته تروح للسيدة خديجة وكمان بيسعد السيدة عائشة لما يلعب معاها وكمان لما يسابقها حضرة النبي محتاج أن هو يسابق يسابقها لكن هو عايز يفرح السيدة عائشة ليه طيب عشان يحسسها بأهميتها عنده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن السيدة عائزة عائزة تفرج على الأحباش فترك اللي وراه واللي في إيده وكل ده وفرجها على الأحباش ولما عارف أن البنت الصغيرة في المدينة عائزة تمشي مع رسول الله ساب لها إيديه فلفت بيه طرقات المدينة وبعدين سابت إيديه قال لها أراضيتي فرسول الله سابت بيه فرسول الله فاهم يعني إيه احتياجات غير لبان فما كانش في بالنمج أن الطفلة تاخد إيد حضرة النبي وتلف بيها وبعدين يروح للسيدة عائشة تفضل تحكي لـ 11 قصة لـ 11 امرأة ورجل حضرة النبي فاضل لكل ده أنت لو قريت الكلام ده تاخد 15 دقيقة فرسول الله بيسمع مساكن لغاية ما جي الوقت المناسب ورد قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلقه يبقى فين الحل بقى يبقى حضرة النبي علمنا أن المسألة مش كده وبعدين لما يجوا يكلموا حضرته عن السيدة عائشة يقول لا تحدثوني عن عائشة فإنه لا يأتيني الوحي إلا وأنا في حجره فتخيل فبيصور للناس ما كانت السيدة عائشة شكلها إيه إحنا مش عايزين البيوت يكون فيها نظام زي السيستم لكن يكون فيها أصول فالسيستم بيقتل المشاعر وبيقتل الحياة ولذلك لازم يبقى فيه أصول وتقسيم إيه اللي حاصل إن ربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعطي لي كل ذي حق حق فالمواد ده قضية تفاعلية فكل طرف يتقرب للطرف الآخر بما يحب مش بما يحدد يبقى الزوجين دولا محتاجين يعيدوا استكشاف بعضهم أنا في الحالة دي بقولهم أنتوا محتاجين تتجاوزوا من جديد يعني أنتوا تتجاوزوا يتطلقوا ويتجاوزوا لا المحتاجين أن هم يدخلوا على الجواز لأنهم بيتجاوزوا لأنهم ما زالوا حتى الآن مزنوين فيه سنة أولى جواز عشان كل واحد منهم يفهم التاني بيتصرف إزاي التاني شيء لازم يبدأوا رحلة العبور من الأنا إلى نحن فالزواج بمعنى أنه بيوسق العلاقة ويربطهم مع بعض بشدة فالرابط بينهم مش اللي هو ما يملوه الرابط بينهم هو الله فلازم كل واحد يشوف التاني محراب تالت حاجة لازم كل لازم هي تتخلى عن السيناريو اللي عندها أن هي عا تستعيد الماضي وهو يتخلى عن السيستم أنه يدخلها في وسط الآلات وسط التروس الموجودة لا لازم الاتنين يتخلوا عندها آخر حاجة بنكلم فيها قبل ما أقولكم شوية إجراءات أن هما لازم يتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى أن العلاقة بينهم لابد أن هما يروا الله سبحانه وتعالى فيها عشان يقدروا يستمروا نعمل إيه بقى أول حاجة لازم يعود مع بعض ساعة أنا بسميها ساعة التصافي ساعة يتكلموا فيها أنا محتاج كذا ما تقولش وإنت ما عملتش لأ أنا محتاج كذا بس أنا محتاج أن أنا لما أزعل تحضني أنا محتاج أن أنا لما اتصل بك ترد علي أنا محتاج وما تقولش بقى وإنت مоров ترد تقول هي بس محتاج ايه أنا محتاج ونس أنا محتاج حد يسمعني أنا في أوقات كتيرة ببقى خايفة محتاج حد يطمني بس وهو يقول أنا محتاج هدوء أنا محتاج ساعة طيب الساعة دي لو أنتوا بتسمعوني وأنتوا عندكم الكلام ده تعملوا الكلام ده الساعة من 8 إلى 9 النهاردة ومحتاجين إيه كمان؟ محتاجين بشكل واضح يبقى عندكم نص ساعة ببساطة خالص تتكلموا فيها عن المستقبل والسعادة وده يومي الساعة اللي أنا قلتها ساعة التصوفي دي رقم واحد بنعملها مرة واحدة وبعد كده كل يوم عندنا نص ساعة بيتكلم فيه عن المستقبل والسعادة مستقبل الأولاد مستقبلنا حياتنا وسعادتنا هتكون إزاي تالت حاجة محتاجين نمتنان يعني إيه كل واحد فينا يمتن للآخر عن حاجات حقيقة بتحصل كل يوم بيحتاجين إيه تاني؟ بيحتاجين حاجة مهمة بيحتاجين خروجة أسبوعية دي مش داعوا على عاشة عشان ما تبقاش مكلفة لكن محتاجين خروجة أسبوعية حضرت أنه بي كان يسير مع السيدة عائشة ويخرج مع السيدة عائشة فإحنا محتاجين خروجة أسبوعية خروجة أسبوعية نخرج نشرب حاجة ونرجع تاني محتاجين خروجة أسبوعية عشان نجدد العلاقة مرة تانية وتتذكر ذكريات الخطوبة ونرجع مرة تانية ما تأخر من بدأ محتاجين كمان عمل مشترك نعمله مع بعض نعمل مع بعض نقرأ مع بعض نشوف حاجة مع بعض كل الحاجات دي هتجدد العلاقة مرة تانية ونخرج من السيناريو ونخرج من السيستم إلى مولود جديد هنلاقي نفسنا من اكتشفه ونتعرف عليه يا رب انهمنا الصواب وجعلنا يا رب نخرج من إن احنا نحاسب الناس على أشياء ما عمله هاش ونقدر نتخلص من حساسيتنا ونقدر كمان بمدى دك يا مولانا نخرج من كل الصور الزهنية اللي احنا حطينا للحياة الزوجية عشان ندخل إلى عالم نعمة الجواز اللي حضرتك عطتنا فيه خير وبركة ونور كتير منا ما اكتشفوش يا رب اجعلنا من أهل البصيرة واجعلنا من أهل العيش بنعمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقل مع حضرتكم مع أسئلتكم المباركة عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسروا اللي بنستقبل عليها أسئلتكم من باركة وتفضل جسر مفتوح لنا على مجالس العلم اللي بنرجو فيها إن احنا نكون مذكورين في الملأ الأعلى يا رب نسألك أن نكون مذكورين عندك بالبركة وبالنور وبالفضل وبالسعة على بيوتنا وعلى حياتنا يا رب العالمين أول سؤال عندنا النهاردة من الأستاذة مونة من القاهرة أستاذة مونة أم عليكم عليكم سعاد كاتو أنا متابعة للبرنامج وأعزي صرح لطريك على حاجة تفضل أنا متجوزة من 23 سنة نعم وجوزي عاش معي سبع سنين وسافر بلد عربي عشاني يشتغلوا كده ويحسوا بالتواني وبعدين أطعني تماما يعني ما بقاش يسأل علي ولا يسأل على أولاده ولا أي حاج خاضر ليه ما سفرتيش معه هو مقداش قال إن هو هيبت بنفسه ويبت بالعيشة وبعدين يبقى ياخدنا طيب ولما إحنا طلبنا إن إحنا لما هو مقداش ياخدنا خبر ربط منه كثير جدا إن هو ياخدنا في الأجازات ولما لقيته بعد عيش ياخدنا يبدو إن أنتوا كنتوا ثلاثة يعني كنت حضرتك وولدين أربعة أنا عندي ثلاث أولاد يعني في السبع سنوات جبتي أربعة ثلاث أولاد جبتي ثلاث أولاد قبل السبع سنين كنت جبتي ثلاث أولاد واربعة الثلاثة وانا متجوله وانا عنده 18 سنة أنا بنتي دلوقتي عندها 21 سنة في الجامعة طيب والني كمان في الجامعة وبنتي في سنوات طيب السؤال السؤال ان هو مرضاش ابدا يطلق نسابني ومرضاش ابدا يطلق نسابني على زنيته لمدة 17 سنة انا بطلب فيهم الطلاق وهو بيلفد فيهم الطلاق تماما انا بطلب الطلاق وهو بيلفد الطلاق وزي ما انا ببيتي وهو بيبعت لنا مصرفنا المهم ان هو انا قلت له طلقني ان انا مش هوافق انت تتجوز علي كنت لازم تعرفي ان ده يحصل بس قلت له لإلا نفجع لبعض لإلا يطلقني يعني ده انا طلبي لإلا كل حاجة تتصلح لان انا مش هوافق اعيش لوابع كده وكسب لي الولاد من الصغيرين من صغيرهم خالص ان هما في التلاقي يعني انا اللي بقدمها لبنت اللي في الجامعة انا اللي بقدمها لها المدرأ ساكيجي طيب يبقى انت كده ان حصرت في دور ام العيال وبعدين وبعدين انا مقدتش انا ما انا ما كنتش موافقة بالوضع ده انا رفعه حاضر هو اتجوز بقى هو اتجوز في المكان اللي هو فيه بقى هو اتجوز في المكان اللي فيه ما اكتشفت بعد كم سنة بعد كم سنة معرفش معالش طيب وسبلي سبعتاشر سنة طب فين سؤال حديك يا استاذة مونة سؤالي ان هو رافض لغاية دلوقتي انا انا عرفت ان هو متجوزني سنتين ومازال زي ما هو رافض ان هو يطلقني ورافض حتى ان هو رد علي يعني حتى كلاني اتقلت ليلي انت مش راضي تطلقني وليس ابنا طول السنين دي و هو كان بيجدد ما كانش قال ابدا من هو متجوز هقول لها هاضر يعني كان بيجدل هاضر انا عجوب يعني كان بيجدل اجازل اولاده وكانش بيقوله وكنت بسأله انت تجوزت علي يقولي لا يعني احنا يعني بعد ما يعني العيال كبروا في يوم الايام انت هتعجز وهتيجي تعيش هنا مع اولادك اه قبل معرف بجوازه بساعة واحدة قال لي اه انا رسمت حياتي على كده طيب خليني اقول لحضراتك انت بتقوليه دلوقتي اعمل ايه في الحالة اللي احنا فيها دي وستاذة مونة انت في حالة شديدة الابعاد يعني معيها السهلة واتصال على الهواء ما يكفيش فيها دي محتاجة ان احنا نقعد لان في جزء عندنا غائب واي حد يجاوب على الحاجات دي كده زي ما يقوله كده باي لك يبقى مش امين لان فيه طرف اسمه الزوج انا هقولك شوية حاجات تخليك تفهمي الوضع بتاعنا فكرة لو البعد جفى دي حقيقة ان لما حد يقرر ان هو يبتعد ويبتعد المدة الطويلة دي احنا لازم نعرف انها يحصل جفاء مش لان الرجل ما يقدرش يعيش من غير ست ومن غير متعة لا لان البنى ادم المتجوز اللي ده حلوة الجواز مش هيقدر يعيش لوحده فهو لازم يبقى معاه حد فانت كنت لازم تعرفي ان هو كان لازم يبقى معاه امرأة فانت لازم تعرفي ده وكنت لازم تتنبأي ان هو عيجوز عيجوز بهذه الطريقة طيب عرفنا انت بتقوليه دلوقتي انا في وضعي اعمل ايه في وضعك اعمل ايه ده لازم انتو الاثنين تجوننا في مركز الرشاد الزواجي لكن انا هقولك حاجات انت بدلا هو تجوز دلوقتي احنا عندنا فيه ستات نسبة مش قليلة اللي بتعرف ان جوزها تجوز عليها بتقدر تتأقلم مع عاز الوضع بس عشان تتأقلم مع عاز الوضع لازم يكون عندها اهداف زي مثلا انا مش عايزة ابوز البده مش عايزة ادمر الاولاد جوز يبقى متجاوز تاني واولادي لما ييجي حد يتقدم لهم البنات يبقى ابوهم موجود معاهم مبين علينا ان احنا اسرة متماسكة ده شيء كويس اولادي يقدروا يتصلوا بابوهم ويقدروا يتفاعلوا معاه لان هو مازال مش مطلق الاسرة دي كلها لكن هو مازال موجود معانا انت ممكن ترد عليها تقولي دلوقتي ما هو اصلا مش معانا هو اصلا ما يعرفش عننا حاجة ده انا اللي قدمت البنت في الجامعة او انا اللي دايما بروح المدرسة لان ابوهم مسافر انا عارف ده كله بس ما اقولك الاهداف اللي ممكن بعض الزوجات تقبل الزواج التاني انت عندك فرصة ان الزواج التاني ده في مكان انت مش موجودة فيه فهو في مكان تاني فانت عندك فرصة ان انت تقولي انا مفيش ضرر واقع علي بالفعل بدان هو بيكاف في البيت انا مش بقول ان هي دي الطريقة المسلة احنا بنتعامل مع مشكلة مش بنتعامل مع الوضع الطبيعي يعني هي لما تيجي الشخص ده انت من حقك ترفضي او تقبلي ان هو يبقى عنده زوجة تانية بس احنا عندنا مشكلة دلوقتي بنتعامل معها فانا بساعدك ازاي تفكري في المشكلة دي تالت حاجة انت ممكن تفكري فيها في الوضع اللي انا على حدوث المعلومات اللي قتحت لها دلوقتي اللي احنا محتاجين نتكلم عنها بالتفصيل الاجراء الصح ان احنا لازم نقعد بقى لازم نقعد مع حضرتك ومع زوجك الحاجة التالتة اللي انا بقولك عليها ان في بعض الاحيين انت ممكن تكوني مش مستحملة ان يبقى فيه زوج بعد ما عرفت ان هو جاوز يبقى موجود معاك وكبس على نفسك في بعض الستات بتقول كده يبقى ايه اللي حاصل انت محتاجة تدريسي جدوى طلبك للطلاق وانا ما بساعدكيش على ده ليه لانا بحب الرجالة تعمل كده في الستات ابدا اللي عملوا معاك ده نوع من انواع الغدر ونوع من انواع نوع من انواع الازل ممنهج انا بقوله وانت ايها الزوج الفاضل انت كنت ظالما كنت ظالما ليه عشان واحدة بقالها 17 سنة بتعاني وانت محاولتش ان انت الطيب خاطرها انا لسه بتكلم عن حضرة النبي وكيف كان بيطيب خاطر زوجاته واحدة 17 سنة بتتوجع لدرجة ان تداوم على طلب الطلاق وانت مش مهتم انت بتظلمها والظلم في الزواج من اشد انواع الظلم لان ايه اللي يحصل لان حضرة النبي قال الا اخبركم ما الحالقة قالوا بلى يا رسول الله قال لا تحلقوا الشعر ولكن تحلقوا الدين افسادوا ذات البين انت افسدت العلاقة اللي بينك وبين زوجتك انت كنت ممكن تكون اكثر شجاعة واكثر شهمة وتقول لها انا والله عايزة جاوة هي كانت هتكون اقل ألما من اللي انت بتعمله دا دلوقتي يبقى انا اقولت لك التلات نصايح ان انت تعيدي تدرسي جدوى تعملي كده ايه نقاط ايه المخاطر اللي تتعرضي لها لو اتطلقتي وايه لان كتير من الستات اللي اتطلقوا حياتهم للأسف حصل فيها مشاكل انا مش بقول ان اتطلق في بعض الاحوان منفع لكن انا بقول ازاي تفكري تدرسي المخاطر اللي هي تحصل لك لما تتطلقي وتتدرسي الفرص ان انت ممكن تكون عندك دلوقتي وممكن تساعدك على انك انت تبقي في هذا الزواج دي نصح تفليكي لغاية ما اتشرف بمقابلة حضرتك وزوجك عندنا في مركز الارساد الزواج نعم استاذة امت الله مازالت موجودة اتفضل يا استاذة شكرا جزيلا على تحقيق معادلة المعلومات الدينية والدنيوية السهلة على انسان فضلتكم الله يرضع باختصار شديد يعني انا حد ربنا خد بييده عشان يخرج من معاناها نفسية واثرية ومجتمعية وفهم الدنيا وحاليا اخصاء اجتماعية ومدارة تنمية ذاتك بوافق حضرتك جدا في كل اللي حضرتك قلته السابت عندي ان هو كما حضرتك تفضلت من المشاكل من الترافين في الطفولة طيب انا الوقتي منين ابدأ العلاج انا مثلا الحالات اللي بيجيلي حضرتك يعني مشوار الازهر والحاجات دي بيبقى لاما عايز اذن من جزها وما بيوافقش طبعا بيبقوا الخلاف محتد بينهم ان هي مثلا تخرج حتى من البيت طب احنا محتاجين نقرب ده محتاجين نقرب الاماكن دي ان هي تبقى متواجدة بفاعلية لان احنا محتاجينها وبشدة النقطة التانية انا عندي اولادي يعني الوقتي طبعا السوشيال ميديا بقت مفتوحة قدامهم اللي احنا عرفناه بعد سنين وجواز الوقتي هم بيعرفوه في وقت صغير جدا الجانب التوعوي والجانب الديني في رأيك ده مفيد ولا خطر اللي هو اللي هو مسألة ان هم بقوا يعرفوا معلومات كتيرة عن مسائل وتفاصيل وقضايا تتعلق بجاوز تتعلق بي تفاصيل الجواز ضروري انا بقى انا كأسرة او انا اللي مسكة سيئة لأسرة انا بعمل ده بحاول بقبل الانسان خلينا اقول لك استاذ امات الله انا محترم جدا جدا كل بمدخلة حضرتك لكن خلينا اقول لحضرتك ان انا في عدد من الابحاث مع مراكز الابحاث خليك معايا لو اسمحت في عدد من مراكز الابحاث انا ومنها مركز القومة من البحث الاجتماعي والجنية اللي حاصل ان اطلاع اولادنا على هذه المعلومات في الحقيقة ممكن انا بقول ان تباع لسه الرسيرشات ديت احنا مقترحين ان بعض الاحيين هتتسبب في ارتفاع نسبة العزوف عن الجواز يعني ان هما يسمعوا المشكلات الزواجية بهذه الكسافة ويسمعوا ان الجواز بقى عبء بهذه الطريقة فكتير من هما يعزفوا عن الجواز عارفة اقول لحضرتك حاجة انا كنت قابل ان انا اشوف العزوف ان انا مش قابل يعني ان انا اقدر المح عزوف الاولاد عن الجواز انا بقول اولاد عشان اولادي انا في سن الجواز لكن ان تبقى كمان عزوف البنات عن الجواز نفسهم دي حاجة خطر اوي انا عايز اقول لحضرتك ان دا يعني عارفة يعني البنات نفسهم دلوقتي بعضهم كتير منهم مش عايزين يتجوزوا اكتر ظاهرة ممكن تقول لنا دا ان هما يميلوا الان الى ودي مسألة خطر جدا 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 وعايز اقول لحضرتك كمان بقى مقاطعة حضرتك من الموضوع ما بقاش مدي الموضوع بقى نفسي خلاص البنت فهمت نفسيا هي الدنيا ماشية ازاي طوانا ليه استاذة امت والله يعني انا سعيد بمداخل حضرتك بس حضرتك قولي دي بقى ايه اللي ممكن اساعد حضرتك اتقاذ الطلب بالوقتي او المناقشة انا عايز منين الدين والجنب التوعوي الديني انا عايز منين ياخدوا الشريعة اقول لحضرتك اقول لحضرتك اقول لحضرتك واستاذها هقول لحضرتك انا كنت مستمتع من داخل حضرتك وانتقول الله بس احنا عشان ظروف الهوى بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة ببساطة خالص يسمعوا بالنامج والاتعسير يسمعوا ببرامج اللي فيها ناس كتيرة بتتكلم زي ما حضرتك تفضلت في الجامع باللاحاتين ليه بقول لحضرتك كده وانا والله لست ابدا بستخدم فكرة الدعاية لاي شيء لكن انا بقول ايه بقول ان فيه جيل من الاعلام بيحاول بقدر الامكان ان هو يصل الى الناس بالجمع ما بين الكتابين الكتاب المنظور وهو الكون واللي بنحصله من الكون والكتاب المستور اللي هو الوحي خلينا نعمل كده واحنا ما بنتأخرش انت عتحدرتك عتشوف في حيات كتيرة احنا بنقدمها في البرنامج ونقدمها كمان خاصة في رمضان كمان فخلينا نهتم بهذه المسألة بشكل واضح الحاجة التانية اه يعني ابشري ان المسألة هتكون موجودة بشكل كبير جدا واحنا كمان بنسلك مسألة الاستشارات الاونلاين ان شاء الله قريبا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤسل لنا احنا محتاجين نهتم شوية تين تلاتة بأولادنا ومحتاجين نكون حريصين كل الحرص على ان احنا نقدم حاجة مختلفة لأولادنا ولازم نقول ان الكلام اللي تكلمنا فيه النهاردة عن ظاهرة موجودة كتير في البيوت وحدش هيتكلم عنها زي ما احنا بنتكلم عنها دلوقتي لما بنتكلم على الحساب عن الفواتير القديمة الرجل يحس ان زوجته بتتكلم عن حد تاني والزوجة تحس ان زوجة بيتكلم عن واحدة تانية ايه السبب ده؟ السبب ان الناس عندهم فواتير قديمة بيحاولوا يخلوا الزوج يحاسب عليها او يخلي الزوجة تحاسب عليها احنا مش بس ولاد النهاردة احنا ولاد نعمة ربنا نعمة ربنا بتتجدد كل يوم بتتجدد كل نفس احنا قدرين نكون بنقدمين جداد بالعكس احنا فعلا بنقدمين جداد لما نقرر ويبقى عندنا التلات حاجات دي ان احنا يكون عندنا ببساطة خالص الارادة والاستعداد والامل هنقدر نعمل كل الاجراءات اللي قلناها لما حد يعرف ان شريك حياته بيدفعه فواتير او شركة حياته بتدفعه فواتير نعمل ايه على طول خلونا نعمل ساعة التصافي على طول خلونا نعمل نصف ساعة نتكلم فيه عن المستقبل والسعادة ونمتن البعض ونعمل عمل مشترك ونخرج مع بعض خروجه اسبوعية ونعيش مع بعض طول الوقت حسين ان احنا اتولدنا من جديد لان الزواج مفتوح على فضل ونعمة ربنا لان هو اللي جعل بنا مودة ورحمة يا رب اجعلنا على الدوام من اهل الفضل من اهل النعمة ومن اهل العيش في مددك وفضلك وساعتك وقربك واجعلنا يا رب دوما من اهل الحكمة ومن اهل الإرادة ومن اهل الاستعداد ان احنا نتغير وكمان واحنا متمسكين بالأمل فانك انت تغير كل شيء لانك كريم ودود رحيم يا رب العالمي اشتركوا في القناة